أخوتي الكرام ما زال الكلام موصولا على هذا الشهر الفضيل الذي هو افتتاح عام الهجري جديد أعاد الله على الأمة الإسلامية باليمن والبركة والسلام والإسلام اللهم أمين يا رب العالمين هذا العام يعني يبتدئ بشهر الله المحرم وشهر الله المحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وفي يومه من أعظم الأيام بركة وهو يوم عشرة وهذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون عندما كأني بفرعون ينظر إلى طائفة من بني إسرائيل بعدما دبح أطفالهم واستحيى نساءهم وهو يقول أنا ربكم الأعلى أليس لي ملكمس وهذه النهار تجري من تحتي ثم يستظهر هؤلاء ويستهين بهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإننا لجميع حاذرون فأتبعهم مشرقين وكان موسى عليه السلام قضاوح الله إليه أن يأخذ قومه وأن يأحروا فأتبعهم فرعون بكل غطرصة وتكبر وتجبر هكذا كل ظالم وتغير أفضل العمال في شهر الله المحرم كما قال نام سلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فالكثار من الصيام في هذا الشهر مستحب مسنون وأكد الأيام صياما يوم عشراء وله مراتب ثلاثة المرتبة الأولى أن يصومه منفردا وهذا أكثر أحوال النبي كان يصومه منفردا يصوم عشراء كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم منفردا طبعا اختلف العمال على وجوبي واستحبابي والجمهور عنه كان واجبا ثم نسخ بصيام شهر رمضان فبقي الاستحباب فكان المرء المخير أن يصوم أو أن يفتر وإن كان معاوية بيّن أنه ما كان واجبا بل كان مستحبا الخلاف الفقهي موجود في هذا الباب ما علينا المهم من الاستقرر عليه الأمر أن صيام عشراء مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية الصيام مرتبته كما قلنا ثلاثة في أول أمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد يصومون عشراء فتعجف فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله في موسى فقال نحن أولى بموسى منكم وكان تعجب النبي على الصيام أن أهل مكة كانوا يعظمون عشراء أيضا ويعصومونهم فتعجب النبي على الموافقة فلما علل اليهود بأن هذا يوم أنقذ الله فيه موسى قال النبي نحن أحقب موسى منكم فصامه وصام الناس معه ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن خالف اليهود فآمر بصيام يوم قبل وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مخالف اليهود وبعضهم قال المرتبة الثالثة وأن يصوم يوم قبل ويوم بعده مع عشراء وده جاء به حديث ضعيف لم يصح فالسنة أن تصوم تاسعاء وعشراء هذه هي السنة ترجمة نانسي قنقر